أستاذ أسمع من أسيوت تتفضل السلام عليكم من الشيخنا سلام عليكم السلام ورحمة الله بركاته أنا عندي مثلا الحيض بتقعد ستة أيام طيب وفترتهم مثلا في رمضان وحد قال لي أني مثلا بصوم ستة شوال بعد العيد أني ممكن بنية أن أنا أصوم اللي اتنين يعني ستة أيام يعني المفروض ده ستة وده ستة اتناشر لا هم قالوا لي ممكن بنية أني أن تصوم اللي اتنين مع بعض هل ده يجوز ينفع طيب أجاوب على سؤالك يا أستاذ أسمع الراجح في الفاتوة دلوقتي أني احنا في طريقتين هل الصيام الستة من شوال ده صيام مقصود لذاته ولا ده صيام لكي لا ينقطع الإنسان عن الصيام فيصوم ستة من شوال لكي لا يظهر الحرص على العبادة فإذا كان ده إنه إظهار حرص على العبادة وإنه علي أن أنا أوقع صياما في شوال وليس هو مقصود لذاته فإيه اللي حاصل فيبقى ده وقت زي مثلا زي مثلا إيه زي تحية المسجد لو أنا دخلت المجلس جيد الرسول اللي صلى الله عليه وسلم قال لنا إني لا يجلس أحدكم حتى يصلي فأنا دخلت لقيتهم بيصلوا الضهر فصلت الضهر على علي أن أنا أعمل تحية المسجد لا صلاة الضهر النفسية كانت تحية المسجد نفس الكلام بقى في صيام الستة من شوال المفت به الآن والمستقر في الفتوى إنه لو واحد صام القضاء بتاعه في شوال يبقى كده برضو صام الستة من شوال فساعتها يقع له صيام الستة من شوال يعني يقع له السواب اللي حضرت النبي تكلم عنه من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صامت ضهر كله فياخد السواب إنه هو كأنه صامت ضهر كله لأن رمضان بـ 10 تشور وبعد كده الستة من شوال بشهرين يبقى كده كأنه صام السنة كلها واضح؟ فإذن آه يجوز لك إن أنت تصومي أيام القضاء اللي عندك دي في شوال ويبقى كده صمت الستة من شوال ومش محتاجة تصومي ستة تانين نعم